أصدر أستاذ القانون الاقتصادي عمار بلحيمر كتابه الجديد بعنوان بأي حق السيطر على النات التي تضمن حزمة مقاربات حول غالم الواب ويطرح الوزير الحالي للإتصال والناطق الرسمي للحكومة سلسلة رؤى حول مختلف الحيثيات المتصلة بمنظومة النات كما لفت بلحيمر إلى خشية تيار رأس مالية المراقبة من مطالبة المواطنين الذين ينددون بمسار بديل من أجل إنقاذ المستقبل الرقمي للديمقراطية